قال وزير التنمية المحلية محمود شعروي أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي وتأهلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة قد انطلقت اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري وأكد شعروي استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة من خلال الاستعالة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة تعاون الدولي للاتحاد والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم